نفت الإدارة العامة للجمارك ما يتداول في شأن وجود ضبطية مواد تموينية كبيرة في إحدى المنافذ البرية للكويت والجدير بالذكر أن تلك المقاطع المنتشرة عن المواد التموينية عبارة عن مجموعة كبيرة من الضبطيات وليس ضبطية واحدة علما أن البروتوكول المتخذ من قبل الإدارة العامة للجمارك في مثل تلك الضبطيات أن يتم حصر وتجميع تلك المواد التموينية المصادرة من أكثر من ضبطية ومن ثم يتم تسليمها لوزارة التجارة